أكرم توفيق أحمد عبدالقادر موقفهم إيه في الأهلي؟ بص بالنسبة لأحمد عبدالقادر أحمد عايز يمشي دي معلومة أن أحمد مش مبسوط في النادي أحمد يمكن الفترة اللي فاتت كلها كان بعيد عن الحسابات يمكن بس حت الكمان الإصابة دلوقتي هتبعيده أكتر أحمد دلوقتي عنده مزق في الخلفية المزق ده بيقعد من عبد بقى لستة أسابيع فإحنا يعني أحمد بعيد بقى عن الحسابات لحد شهر ينابي الجاي لكن وغمت اللعب نفسه أنه أريد أن يطلع خلاص في عناب الجاي لو فيه حاجة كويسة يطلع مكان شكل ممكن نهاية الموسم لكن معلومة مفصل كلها بالحد دلوقتي مدّاج الدوق الأغضب أن أحمد عبدالقادر يعني ممكن يكون خبج الحسابات لكن قال لهم أنا مش عايز أحمد عبدالقادر بدأ لسه محصلش آه يعني أنا سايبه خيار أخير ولكن أنا مش رفضه تمام هو ضمن الحسابات وخلّ بألك مفصل كلها من النوع اللي هو يعني نادر أقول لما يقول لك أنا مش عايز هذا اللعب ممكن مثلا يقول لك إيه دخل لي دلوقتي أو ده هنحتاجه أو ده ممكن مثلا الفترة الجاية يأخذ زي كيفستو معاصل معي صح على السن ممكن بقى يتم تسويقه من خلال المشاركة مظبوط لكن أنا أقول مثلا أنا مش عايز فلان فلاني ده ما بيحصلش بالنسبة لنفس الكل فهو ما قفلش الباب في حتة أحمد عبدالقادر لحد اللحظة دي لسه أحمد عبدالقادر موجود في النادي أكرم توفيذ أكرم بص يعني أنا حرجع لك بس شوية قبل كده المعاصقة بتاع النمسا كان لسه أمام عشور ما لعبش مع الله خالص فيه لعيبة كده كبير من ما بتيجي بيتبني عليها تشكيل منهم إمام عشور دلوقتي في النادي الأهلي أكرم مع مرس الكولة ومش من النوعية دي يعني أكرم موجود في النادي الأهلي لكن حتة أنه يلعب أساسي أو يتبني عليه تشكيل دي مش هتبقى موجودة في ولاية مرس الكولة وارك جدا ممكن يطلع أعارة مش بعيد يعني لكن هو طلب أنه يمشي أو مثلا مرس الكولة بقلنا مش عايزه ده ما حصلش طب لو مرس الكولة حطه خيار أخير سواء في نص المنى أو في مركز الزهير الأيمن وأكرم توفيق عايز هو نفسه يطلع أعارة عشان لو ملوش مكان في النادي أكرم عايز بوح منتخب فهو لو ملعبش مع مرس الكولة سيطلب أنه يمشي ده أي لعيب في الدنيا دولي مش هيلعب حيطلب أنه يمشي فهو أكرم لو الدنيا ما مش هيتش معاه ورق جدا لجنة التخطيط في النادي الآلي موقفة أي من ده مين؟ لجنة التخطيط لجنة التخطيط هي ضغفة زي ما قوله استشارية الناس برضو متخيلة لجنة التخطيط دي بتقول واحد بس بتقدم التقريب لكابت المحمول الخطيبة هو اللي بياخد القرام مع شركة الكولة لا بس أي نادي في العالم عندي عناصر مهم صحيح يعني مثلاً يجي مدرب يقول إيه؟ والله أنا مش عايز في مانشستر سيتي يجي مدرب مانشستر سيتي أنا مش عاجبني هلان ما بحبش سلوب هلاند لعب هلاند فلا إيه إدارة مانشستر سيتي الرجل اللي هو المدير الرياضي يقول لأ أنت بتحذر ده مهم نفس القصة أكرم توفيق من اللعيبة اللي مفيش اتنين يختلفها عليهم صحيح فالطبيعي الإدارة هنا هتتدخل الرجل تقدير تتدخل ممكن تتدخل بس في النادي الأهلي لأن ده مهم بالنسبة للنادي طبعاً طبعاً بس في الأخير بعض الأضافة النادي الأهلي معروفاً ما بتفردش على مدير فن خاصاتها لو مدير فن ده ماشي بشكل كويس ومحقق بطرقات يعني مفصل كلها مثلاً السنة اللي فاتت لما خادر خمس بطرقات هو بقس جمع باية القرى في الأهلي السنة ده عشان الدنيا مش ماشي شوية عشان بطلتين للنادي الأهلي يخسرهم بدأ بقى الكلام عنده كاس العلم وعنده بعكاً بطلت الصوبة وفيه ضوء أبطال أفكا الدنيا شغالة مستحيل يكون فيه كلام زاداً إلا مثلاً لو مسلاً لقد ده الأهلي بقى خسر في كاس العلم بنتيجة مش كويسة في كاس العلم مثلاً مطش الجاي بتاع التحجات وبطلت الصوبة مثلاً اللي هو اللي جاي في الأمورات مكسبهاش واتغلب مسلاً في ضوء أبطال أفكا حيباً فيه كلام بقى طبيعي يعني عبدأ الأهلي بيبص بسوء الأهلي ما بتعملش بالقطعة خالص بيكون دايماً التقييم في نهاية المسلم عظيم جد